موسيقى مشاهدين أهلا بكم في فقرة ضيف الزوال مخصصها اليوم لانطلاق الدورة الثالثة عصر للمخيم الصيفي لفائدة أطفال القدس بالمملكة وللعلاقة الوطيدة التي تجمع الشعبين الفلسطيني والمغربي والدورة البارز الذي يلعبه المغرب في دعم القدس والمقدسيين هذه المبادرة الإنسانية التي تنظم من ترف وكالة بيت مال القدس الشريف تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشركة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تمنح فرصة لخمسين طفلا فلسطينيا للتعرف على تاريخ المغرب وحضارته وطبيعته الخلابة والمتنوعة كما تعد فرصة طيبة أيضا لتنمية روح الإخاء والصداقة ودعم الروابط الاجتماعية بين شعبين متحبين متابعة لهذا الموضوع يصعدنا أن تصديف معنا في الستوديو الكاتب وصحفي الأستاذ طلحة جبريل موسى أستاذ أهلا بك أهلا بك وأهلا بمشاهديك شكرا أستاذ قبل أن نتطرق لعمق العلاقات المغربية الفلسطينية وحرص المملكة المغربية برعاية صاحب الجلالة على توطيد وتطوير هذه العلاقة في جميع الميادين نود بداية أستاذ أن تقربنا من أهداف هذا البرنامج السنوي الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال المدينة المقدسة والإطار الذي يندرش فيه حقيقة هي مبادرة تستحق التأمل وتستحق التنويه لماذا؟ لأن الأمر يتعلق بشباب هذا الشباب في سن كما نقول سن الانفتاح سن الحب المعرفة سن التطلع إلى كل ما هو جديد هذه المبادرة كما جاء في تقديمك وكالة بيت مال القدس دابت على هذه المبادرة تقريبا الآن هذه المخيمة الثالث عشر دورة ثالث عشر نعم إذن ردا على سؤالك أقول بأنه هناك بالتأكيد أهداف زاد طابع إنساني ثقافي اجتماعي وأيضا جانب سياسي لأنه لا ننسى بأن هذا أطفال القدس وكون يتم احتضانه سنويا في برنامج يمتد لمدة أسبوعين هذا شيء في غاية الأهمية هذه السنة البرنامج حقيقة يصير الانتباع وهو عن التغيرات المناخية والحفاظ على الماء وهذه لا التغيرات المناخية ولا الحفاظ على الماء فعلا يهم الفلسطينيين ويهم المغاربة يعني هم مشترك في التعامل مع الجانب له علاقة بالطبيعة أستاذ نتحدث عن الدورة الثالثة عشر لهذا المخيم الصيفي لفائدة أطفال القدس والذين بلغ عددهم إجمالا إلى حدود الدورة الحالية ستمائة وخمسون طفلا يعني نتحدث عن مبادرة عملية وممتدة في الزمن ليس كذلك؟ طبعا عندما نتكلم عن ستمائة وخمسين تلميذ معنى ذلك نتكلم عن ستمائة وخمسين شاب وشابة نتكلم عن جيل آخر جيل مستقبل بالنسبة للفلسطينيين أنا أعتقد بأن العدد حقيقة له دلالة كبيرة جدا ستمائة وخمسين وبانتظام هذه مبادرة يعني الآن العام الثالث عشر بالنسبة لم تنقطع إلا بسبب ظروف الجائحة التي عانى منها العالم ككل نعم أي وقع يمكن أن يكون لمثل هذه المبادرات الإنسانية والاجتماعية؟ من يريد أن يحصل على إجابة دقيقة لهذا السؤال الذي تفضلت به ليسمع كلام وتصريحات هؤلاء الأطفال كيف يعبرون عن مشاعرهم وأنا قد سمعت ذلك وكيف يعبرون عن فرحهم وعن تشوقهم وكيف ينوه بالمبادرة في عمقها وخاصة أنها ستشمل جولتهم ستشمل عدد من المدن بصراحة لمست في كل حرف في كل كلمة الفرح هذا هو الانطباع الذي خرجت به إذن أستاذ أهل القدس والفلسطينيين عموما كما يحتاجون للحماية السياسية والقانونية بينهم يحتاجون كذلك للدعم المادي للدعم المعنوي لمساعدتهم على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية والتحديات الاجتماعية المتزايدة التي يعيشونها يوميا كيف يسهم المغرب على هذا المستوى؟ أنا أعتقد بأن هذه المبادرة الهدف منها في البعيد هو بناء الإنسان أن تبني إنسانا بوعي بانفتاح بمعرفة بتعرف على مجتمع آخر ربما لم تكن هذه المبادرة فريدة أنها هي البلد الوحيد المغرب هو الذي يستضيف جيل الشباب المقبل يستضيف أطفال في مخيمات ومخيمات جدية ليست فقط للمرح واللعب ولكن للعلم وللمعرفة أيضا وهنا تكمن أهمية هذه المبادرة أستاذ صحيح ربما مثل هذه المبادرات تعكس اهتمام المغرب بقيادة جلالة الملك الذي يعتبر رئيس لجنة القدس بأشأن الفلسطيني في مختلف المناحي وهو اهتمام لا تحكمه الظرفية بل هو مستمر ويتواصل حتى في الأوقات العصيبة برأيكم أستاذ ما تجليات هذا الاهتمام بشكل عام؟ المؤكد بأن القدس كانت دائما والقضية الفلسطينية في وجدان الشعب المغربي وبالتأكيد كانت مثار اهتمام العائل المغربي الملك محمد الثالث وقبل ذلك العائل المغربي الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه فهذا ليس أمر يعني جديد هذه قضية موجودة في الوجدان عندما أقول الوجدان يعني الإيمان المطلق بهذه القضية وبالتالي بالفعل أنه نحن نعرف بأنه بيت مال القدس هو تحت رئاسة صاحب الجلالة مباشرة هذه الوكالة بيت مال القدس ولجنة القدس أيضا تحت الرئاسة الفعلية فإذا هنا يتجلى فعلا الاهتمام ليس فقط الاهتمام السياسي وهذه مسألة في غاية الأهمية بل الاهتمام بالمحافظة على التاريخ المحافظة على الآثار المحافظة على التراكم الثقافي لمدينة القدس إشعاع كثير من الجوانب أستاذ كيف تقرؤون إذن مثل هذه المبادرات العملية الاجتماعية المختلفة التي يقوم بها المغرب لفائدة الفلسطينيين عامة وأبناء المدينة المقدسة بالخصوص بصراحة يا ريت لو كانت هذه المبادرة تعمم لأنه فعلا العالم العرب لكل محتاج لمثل هذه المبادرات هي التي تعمق فعلا الشعور بالانتماء الشعور بأنه هناك فعلا شيء رابط يربط هذه الأمة العربية ويتجلى ويتجسد ذلك في أنك أنت تبني شباب منذ الصغر في أنه هناك تلاحم هناك أرضية مشتركة هناك تاريخ مشترك هناك الكثير فأنا أقول ليت هذه المبادرة كانت تعممت في كل العالم العربي وهي مبادرة فعلا فريدة فريدة منذ تأسسها قبل 24 عاما عملت وكالة بيت مال قدس ذرع الميداني للجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك محمد السادس على تنفيذ سياسات اللجنة في مجال العمل الإنساني والاجتماعي في القدس بداية كيف تقيمون عمل الوكالة والمشاريع التي تسهر عليها لفائدة القدس والمقدسيين أقول بكل موضوعية بأنها مشاريع ملفتة جدا لأنها تهتم بالتعليم تهتم بالثقافة تهتم بالإنسان تهتم بالعمل الخيري وبالفعل هناك جاء مجهود في الابتكار حتى في العناية بهذا الموضوع حقيقة حقيقة عمل هذه الوكالة يستحق أكثر من التنويه إذن أستاذ نعم كيف يكرس عمل الوكالة ومبادرتها صون ذلك الترابط التاريخي والمتين بين المغاربة والمقدسيين أو الفلسطينيين عموما نحن عندما نتحدث في العالم العربي عن التاريخ والقضايا المشتركة وما يجمعنا وما إلى ذلك كلام هو في النهاية شفوي ولكن عمل هذه المؤسسة تتعامل مع الواقع شيء عملي في أن تقيم فعلا جسر جسر بين المغرب وبين القدس جسر حقيقي جسر إنساني جسر ثقافي جسر تعليمي جسر في اهتمام بالتراث وهذا هو العمل الذي يبقى العمل الذي لديه إشعاع نعم كما قلت المملكة المغربية تولي أهمية كبيرة لأشياءنا الفلسطيني إلى جانب تنظيم هذا المخيم السنوي ما هي أهم البرامج والمشاريع الاجتماعية والإنسانية التي قم بها المغرب من أجل دعم القدس والقضية والفلمقدسيين سأقول لك واقعة بإيجاز شديد عندما جئت أنا هنا وجئت مع رفاقك طلاب في الجامعة الذي دلنا على الحي الجامعي والذي دلنا على الكليات والذي وقفوا إلى جانبنا كان مجموعة من الفلسطينيين زملائنا الفلسطينيين الذين يدرسون في الجامعة المغربية فيكفي أن نشير إلى هذه المسألة أن الجامعات المغربية منذ سنوات طويلة جدا فتحت أبوابها خاصة لكل الطلاب أنا لا أتكلم فقط عن كل الطلاب سواء كانوا من العالم العربي أو من أفريقيا ولكن للطلاب الفلسطينيين وهناك العشرات المئات الذين تخرجوا من الجامعة المغربية هذا أفضل جسر إنساني يمكن أن يكون صلة بين البلدين طيب هل يمكننا القول أن مرنامج التخيم السنوي هو خير دليل على العناية التي توليها المملكة المغربية للبرامج والمشاريع الاجتماعية الإنسانية التي يعود أثرها المباشر والملموس على مختلف فئات السكان بما في ذلك النساء والأطفال بفلسطين المخيم ما هي أهميته؟ يعني هو ليس للطرفيه هذا المخيم الفلسطيني السنوي الذي ينظم في المغرب ولكن هو للمعرفة ولتراكم المعرفة وللتعرف على كل ما له علاقة بالمجتمع المغربي وأنشطه وتاريخي وما إلى ذلك طبعا أستاذ إذا عددنا المواقف والمبادرات الإنسانية والاجتماعية السابقة للمغرب والتي نفذت برعاية صاحب الجلالة الملك محمد النسادس فلن يسعنا الوقت سعيدنا بحضورك أستاذ الكاتب والصحفي الأستاذ طلخة جبريل موسى نشكرك على كل هذه المعطيات وهذه التوضيحات ونلقاك في فرصتين قادمة شكرا لك أستاذ شكرا لك يا عيد أما أنتم مشاهدين فنلتقي بعض اللحظات في عرض إخباري جديد إلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا لك شكرا لك شكرا لك